طبعا احنا عارفين ان الفئة الاقتصادية ارتفع السعر بتاعها عن زمان وما نقدرش ان احنا دلوقتي نقارن سعر التليفون النهاردة بسعر التليفون في الفئة المتوسطة زمان فلازم نحط كل حاجة في نصابها النهاردة احنا هنتكلم على واحد من اقوى التليفونات اللي بتقدمها ريل مي في فئتها الاقتصادية فئة السي تليفون النهاردة ريل مي سي سبعة وستين مهم جدا ان انا اقول الموضوع دوت لان ناس كتير قوي لقيتها بتنتقل بافكارها لفئة اعلى من التليفون وهو الحقيقة التليفون بيقدم امكانيات ممتازة لما يتحط في الفئة بتاعته فكلامي النهاردة حيكون موجه لاي حد بيفكر ان هو يشتري تليفون في الفئة الاقتصادية ودايما بتكون اجهزة ريل مي فئة السي واحدة من ترشحاتي ليه التليفون كتصميم زي معودة نارين مي بتقدم لفتة جميلة التليفون بالنحافة بتاعته اللي بتوصل لسبعة وستة من عشرة بوصة وخفة وزنه بيحسسك ان انت مش شايل حاجة انا طول فترة استخدامي ليه حاس ان الجهاز وزنه خفيف السمك بتاعه خفيف يمكن بس الملفت للنظر ودا طبيعي البروز العالي شوية بتاع الكاميرا لان التليفون هنا فيه كاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل وتعودنا خلاص ان الشركات بتحط جهاز نحيف وتعمل بقى البروز بتاع الكاميرا زي ما هي عايزها ولكن اللي لافت للنظر بجد هو اللون بتاع التليفون دوت اللي يعتبر جديد علي ومش جديد على ريلمين هي دايما تقدم الوان شكلها غريب والحقيقة هو شكله ملفت للنظر ويمكن التصوير يظلمه ان هو ما يبينش حلاوة اللون زي ما حتشوفها في الطبيعة الشاشة بتاعت التليفون الحواف بتاعتها قلت قوي ودم ما تعودناش عليه من فترة طويلة في الفئة دي الشاشة IPS LCD بتردد 90 هرتز ودرجة سطوع بتوصل لحد 950 نتز بحجم 6.72 من 100 بوصة ودقة Full HD Plus جودة ودقة وسطوع مناسبة جدا في الفئة الاقتصادية وشاشات الاي بي اس احنا كنا بنشوفها قبل كده في الفئات المتوسطة فبرضو غريب ان الناس متوقعة ان تليفون فئة اقتصادية المفترض انه ينزل بشاشة اموليد بالعكس انا شايف ان الشاشة دي مناسبة جدا على سعر التليفون وبتقدم اداء ممتاز اما بالنسبة للسماعات فسماعة المكالمات شغالة مع السماعة الخارجية علشان تديك صوت ستيريو الصوت عالي جدا وواضح جدا ولكن ارتفاع الصوت جي شوية على الجودة يمكن الجودة بتاعت السماعات المستخدمة هنا واهتمام ريلمي انها تقدم تليفون صوته عالي جي شوية على جودة الصوت اللي خارج منه صحيح صوت عالي واضح ولكن الجودة مش افضل حاجة وطبعا كعادة ريلمي ما نسيتش انها تفضل لحد دلوقتي محتفظة بمدخل السماعة 3.5 مليمتر واعتقد انه هو الفئة الاقتصادية ومستخدميها لسه ما عندهمش القابلية انه هما يستغنوا عن المدخل دوت زي الفئات الاعلى شوي البصمة بتاعة التليفون في زرار الباور والاداء بتاعها زي ما تعودنا عليه في كل اجهزة ريلمي اداء محترم سريع والاستجابة بتاعتها ممتازة افضل حاجة بقى من وجهة نظري ولازلت انا بميل اليها هي فكرة وجود معالج من سناب دراجون في جهاز في الفئة الاقتصادية ريلمي قدمت هنا معالج سناب دراجون 685 واللي يعتبر اداءه ممتاز جدا في استخدامك للتليفون في التواصل والتصوير واللي اعتقد فئة كبيرة جدا من الناس مهتمة بالجزئية دي بعيدا طبعا عن اهتمام بعض الفئات بالالعاب وخصوصا الالعاب القوية التليفون بييجي بزاكرة 256 جيجا مع 8 جيجا بايت رام مع امكانية اضافة 8 جيجا من الزاكرة الداخلية علشان يديك افضل اداء ممكن مع السوفتوير الخفيف اللي هو يعتبر كأنه قرب كتير قوي من السوفتوير الخام اما بقى اهم شيء ممكن يلفت نظرك علشان تاخد القرار انك تشتري الجهاز دوت هو الكاميرا الرئيسية بتاعته المية وتمانية ميجا بيكسل التليفون فيه كاميرتين الكاميرا الرئيسية مية وتمانية ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.8 وكاميرا تانية اتنين ميجا بيكسل علشان قياس العمق والعزل والكاميرا السيلفي كاميرا بسيطة تمانية ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.1 تصوير الفيديو 1080p بالكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية خلونا نخرج نبص كده بصة سريعة على اداء التصوير الصبح وبالليل سواء الفيديو او الصور السابتة ونرجع نكمل كلامنا خلونا نعمل تجربة سريعة على تصوير الفيديو بالكاميرات الامامية والخلفية في ضوء الشمس القوي لان تجربة بتفرق اكيد مع الاضاءة المختلفة فانا دلوقتي جي الصبح بدري في نادي ودي ديجلا وفرصة ان الدنيا فاضية فقلت ان ما صور لكم شوية بالكاميرا الامامية اثناء الحركة عشان نشوف السابت جودة الصوت جودة الاضاءة في زوايا مختلفة وبعد كده ننتقل للكاميرا الخلفية فرصة طبعا ان ما بيبقاش في ناس عشان الواحد يصور براحته والهدف مش ان انت تصور حد او تصور حاجة بقدر ما الهدف ان انت يعني تاخد لقطة سريعة كده علشان تشوف نبزة ممكن ما تكونش حقيقية او كاملة او مكتملة عن اداء الكاميرا ولكن الى حد كبير الواحد بيحاول ان هو ينقل صورة من التليفون لو حد بيحب يصور فيديو و بيصور مناظر طبيعية فاكيد هتفرق معا ان هو يشوف بيعينه الكاميرا والاداء بتاعها يخبروا لي انا حاليا موجود في السويس على كورنيش السويس الجديد و حبيت ان انا جرب الكاميرا والتصوير بتاعها في ضوء الليل ولكن ما شاء الله لا قوة الا بالله الاعمدة بتاع الانارة هنا محولة الليل نهار ما شاء الله يعني فربنا يبرك لهم في الكورنيش و في الاضاءة وللأسف مش هيبقى تجربة في اضاءة الليلة حاولت ادور على مكان اضاءة الليلة هم عندهم اما نور عالي قوي زي اللي انا فيه دلوقتي كده او مفيش نور خالص فالله هو مش هينفع التجربة فحبيت بس اوريكوا تجربة لتصوير الفيديو بالكاميرا الامامية من التليفون واوريكوا تجربة للتصوير بالكاميرا الخلفية كالعادة بعيدة عن الناس عشان الخصوصية يعني اعتبروها دي مش تجربة في اضاءة الليلة ولكن الى حد ما يعني نقدر نقول انها تجربة عايز اوريكوا المكان انا بعدت طبعا عن الناس علشان اقدر اصور بالراحتي فدايما باختار اماكن تكون بعيدة مفيش فيها حد وابدأ امشي بقى علشان اشوف اداء المايك اداء السبات اثناء الحركة هنا بقى بالليل مفيش زوايا كتيرة لان كلها ما شاء الله منورة فمفيش زوايا كتيرة للاضاءة متغيرة طبعا انا مستمتع بالقعد على البحر مباشرة السويس مدينة جميلة ربنا يبارك لأهلها في مدينتهم الجميلة دي موسيقى 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 أخيرا أفضل شيء بتقدمه ريل مي في أجهزتها كلها البطارية الخمس تلاف ميلي أمبير والشاحن السريع السوبر فوك 33 واط اللي بيكون موجود جوه العلبة وحط خط تحت جوه العلبة دي وأتمنى أن الفئة الاقتصادية والمتوسطة إلى حد كبير ما تتأثرش ويمكن الشركات الصينية لسه محافظة على الموضوع دوات لحد دلوقتي بطارية خمس تلاف ميلي أمبير حتكفيك اليوم مرتاح جدا مع شاحن سريع يشحن التليفون في حوالي ساعة وخمس دقايق تقريبا شاحن كامل ما اعتقدش أن انت محتاج أن انت تدور على شاحن طول اليوم مع استخدامك نصيحة أخيرة لو هتختار الجهاز دوات ما تبصش خالص على الفئة السعرية اللي كلنا خلاص دلوقتي ما يفعش أن احنا نبص عليها لأنها انتقلت لمرحلة أعلى وخد القرار لأنه هو يعتبر واحد من الأجهزة اللي أنا بفضلها ودايما برشحها للناس لو حب أنها تشتري جهاز في الفئة الاقتصادية دي فئة السي فئة محترمة جدا من ريمي بشكركم وشوفكم في فيديوهات تانية في أمان الله اشتركوا في القناة